إذا ما يكون عندك رفرانس التراك يعلمك أنه أنا كمية اللو هذي اللي أبغاها فيمكن التو في التجارب هذي بدون ما توصل إلى أي هدف بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن جديد معكم أخوكم علي الساير في حلقة جديدة من حلقاتنا في القناة اليوم بتكلم عن قضية الهم البيس الطمس اللي غالبية المهندسين أو خلنا نقول نسبة 100% من المهندسين يحاول يعالج هذه المشكلة أنا سبق وتكلمت عن الفكرة بأكثر من طريقة وشرحت لكم طريقة اللو كات بأكثر من اسلوب واستخدمنا الدييسر وشفنا كذا طريقة بحيث أنه نعالج هذه المنطقة اليوم الفكرة نوعا ما مشابهة ولكن تطبيقية أنت تشوف على العمل فرايحي، أهاتي، ميكس، معمولة تشوف نوعية هذه الخامة المزعجة للوحد يحاول إعالجها نحاول نسمحها ونشوف أكثر من اسلوب يعني حقيقة راح أسمعك أربع تجارب لغرض أن تشوف هذه المنطقة عولي جد بالطريقة المناسبة كيف كانت في البداية بأكثر من اسلوب طبعا أول تجربة هي الفلات ميكس والذي شاف سلسلة الفلات ميكس يعرفه شو أنا أتكلم عنه أنه بدون أي معالجات اللهم أن كل التجارب في عليها كومبراسر علشان نسوي الضغط اللازمة اللي نبغاها ولأن الكمبراسر نوعا ما بيعبي منطقة اللو أكثر وبيوضحها فراح تكون المسألة واضحة بالنسبة لنا التجربة الثانية باستخدام عملية اللو كات بوريكم أنا أكيد في كل ميكس وشو أنا سويت التجربة الثالثة باستخدام بلغنز القلفص القلفص هذا أنا أتكلمت في حلقة سوالة فهندسة أن بعض البلغنزات الأنالايزر شغال على طوله هو قاعد يعالج لك في الصوت فيه رفرنس هو يرجع له حيث أنه دائما نوديك الصوت بشكل ريال تايم منطقيا الفكرة ممتازة عموما هي واحدة من الأفكار والفكرة الأخيرة وهي فكرة أنك تروح لمنطقة اللو وتعمل بالدياسر أو بالديناميك إكوالايزر الفكرة اللي أنا أكلمتكم عنها تحرك تحرك لغاية ما تشوف ريدكشن إلى المطقة يعني أنا أعتمد على ناقص ستة ريدكشن علشان نعالجها صدرت كل هذه التجارب ودت على الويب لاب وراح نوريكم ونسمع برضو هناك بالويب لاب الفروقات بينهم لا تقول لي وشوا للفكرة الأفضل يا أبريضة لا أنا بسوي التجربة وبوريك إياها واسمحها وأنت تحكم أي واحدة من الأفكار اللي تشوفها أفضل لنسبة لك طبعا الأصوات عندي مسجلة لو أنت سجلت على العمل ثاني وجربت أكيد راح تشوف يعني فروقات نوعا ما مختلفة عن اللي عندي لكن هي التجربة كذا أنا جربت على العمل وأنا أجرب هذه التجارب على العمل كثيرة لكن أعرف وش الغرض اللي أنا أبغاه منها وأكتشف أشياء برضو ممتازة تنفعني في أفكاري في التعامل مع هذه البلاجينزات عموما خليني الآن بشرح لكم كل فكرة وبعدين نروح للويب لاب نسمح عندي هنا أول واحد هو الفلات ميكس لما أروح إلى الميكسر طبعا فاضي ما في أي شيء يعني أنا أضفت الريفير والدلي موجودين يعني تسمع العمل عندنا متكامل واللوتو تيوم موجود ما في أي عمليات إكوالايزر بهذه التجربة فلات صرف هذا العمل اللوكات اللي عامل فيه لوكات طبعا أنا عامل اللوكات هنا على القروبات لاحظ وهنا على التراكات هذي صفقة بيس هذي الجاز توتوت وهذي الأصوات طبعا نحن بنسمع العمل في الويب لاب بس أنا علشان لا أطول أوريك كل ميكس والشوفي هذا سميت أنا اللوكات يعني عامل اللوكات طبعا هذا هنا الفوكل وكلهم اللوكات أنا عاملهم في القروبات تباحهم يعني اللوكات نوعا ما ناعم صح التعبير لاحظ هذا هنا باستخدام القلبس والقلبس هو زي ما تشوفون هنا هو أنالايزر انت ما تقدر يعني تلعب في الايكولايزر فقط في قياسات انت تحطه هنا وهو بشكل أوتوماتيكي يعدلك على الصوت يعني مثلا لما روح إلى الفوكل روح العقيدة والحنين باي عاميري المؤمنين لاحظوا يعني يشعر ان الصوت ناقص ان هذه المنطقة وهذه المنطقة فقاعد يزيدهم وهذه المنطقة زايدة فيه فقاعد ينقص فيها وهذا بيكون بشكل اوتوماتيكي مستمر وهذا هو طريقة عمل القلبس الطريقة يعني منطقيا تشعر انها طريقة جدا عبقرية ولكن بالنتيجة انت شوف وشو اللي راح تسويلك هذه الطريقة وطبعا انا حطيتم في كل التراكات بشكل فردي علشان هو يصلح بشكل اوتوماتيكي كل العيوب اللي موجودة في الاصوات انقلنا ان الاصوات فيها عيوب هو يعتمد على فكرة ان فيه رفرانس يرجع الى ويحاول ان الصوت يوديه لك هل هو يفهم ان هذا الصوت فوكله ودرامه ده الله العالم لكن هو هذي فكرته وهذا هنا عملية الدياسر طبعا الدياسر هذي انا مسوينها الى اقروب الصولو والاقروب الكورال وقروب الآهات لاحظ هنا يعني زي ما شرحت لكم في الفكرة هذي لما تكلمت عنها ان انا احاول اسحب هذا الخط لغاية ما اشوف الريدكشن منطقة الصوت الخام القرار ينزل الى تحد الى هذي يعمل الريدكشن ينزل خليني بس اسمعك جزء لاحظ قاعد يعمل عمليات ريديكشن انا ما اتجاوز الناقص ستة هي هذي الفكرة وشرحتها في مقطع الان انا اوريتكم الافكار الاربع اللي بنسمحها فلات و لوكات وقالفاس ودياسر او الدياسر او الديناميك اكولايزر طبعا صدرت كل واحدة في ملف نفس التسمية والان خلينا نروح الى الوايذلاب ونسمع الفروقات بينهم ونشوف بعض القراءات في مسألة الماسترينج وعملية اللاودنس وليميتينج وهذه الاشياء الان هنا هذا الفلات وهذا لوكات وهذا القلبس وهذا تياسر انا بس بتنقل بينهم وانت شوف مسألة الفيز كيف قاعدة تتغير بينهم هذا الفلات لاحظ اللوكات مباشرة انقلب الفيز الى فوق بشكل عام نلاحظ انقلب الفيز الى فوق هنا خلنا نشوف بين الفلات وبين القلبس يعني كمش الصوت نوعا ما وحافظ على الفيز ما غير مكانه يعني هذي قراءات انت تستفيد منها اكيد معلومات هذا الدياسر اللي هو يعمل الديناميك ايكولايزر يعني برضو زي اللي كان نفرغ الصوت من شيء وانا اقول لك حقيقا هو فرغ من المنطقة البومية هذي الالهم انا خلينا بنسمع الفرق يعني لما تسمع الفلات وتنتقل الى واحد ثاني فكرة الورقة الشفافة اللي تكلم عنها في القدسة والفهندسة وفكرة انك انت لازم يكون عندك ريفرنس ترجع تسمع منه انا ما ابقى عقدك واغلك لازم ترجع تسمع من ريفرنس لكن يكفي انك انت تشوف الفرق بين الفلات وبين النسخة اللي عليها معالجة يعني حقيقا احنا عدنا الثلاث نسخ معالجة لوكات وقالفاس وديناميك ايكيو الفلات الفكرة من الفلات شباب انك انت لما تعمل ميكسك الفلات بدون ما تعمل اي معالجة هل فيه مشكلة اللو البومية هذي علشان تروح تعالجها او ما تروح تعالجها كيف تسمحها الرفرنس اتراك يعني انا الان لما اسمع الرفرنس اتراك واجي اسمع هذي الفلات مباشرة بعرف ان كمية اللو عالية ولا ممتازة يمكن صاحب الرادود في هذا العمل والكورال وطريقة التسجيد ضخمة تواجد في منطقة اللو فمو معناه ان انا الميكرافون الحقي يضخم نعيد الاسوات ممكن فدائما الرفرنس اتراك يحلي هذه القضية والازمة اعرف انا وين قاعد لكن انا في هذا المقطع مو فكرتي ان انا اقولك ارجع اسمع اللو من خلال الرفرنس اتراك لا انا اواق تسمعه من خلال الفوكل الاصلي اللي انت قدرت ان منطقة اللو في عالية واجه تبغى اتعالجها فانت بتستخدم اي طريقة تستخدم القلفاس ولا اللو كات ولا الدايناميك اكيو ولا بتقعد تدمج بينهم كلهم انت كيفك عموما هي تجربة شباب اللي انا اورك اياها هذي خلينا نقال نسمع منطقة الكورال طبعا منطقة اللو انا يعني قررت انها عالية واجهة فانت اذا تسمعها فشي ممتاز لاحظ اذا انا باروح الى الماستر او الميكس اللي فيه اللو معمول لكات وبرجع الى الفلات راح تلاحظ الفلات واجد عالي اللو والمات فيه فهلي حقيقة موجودة فيه او لا او يمكن انت قصيت اللو بالزيادة فهنا شباب هذي الافكار اللي لازم انت تكون محيط فيها كلمنا فيها بتفصيل عميق جدا في سلسلات وفي شروحات وجلسات ميكس واجد هذي المواضي خلينا الان اكمل نسمع القلباس انا راح نسمع القلباس في الكورال برضو طبعا قلت لكم شباب الحكم يكون اليك انا حين بس بتنقل بينهم وبين الفلات اللي انه هادا طيب لان خلني انتقل بين الفلات وإلى غاية اللو هنبدأ بنا طبعا شباب الحكم انا بتركها اليك انا ما بعطي قرارات في هذا المقطع انا خلي نسمع في الصولو هو اتنقل اولا بين الفلات وكل تجربة وبعدين اتنقل بينهم كلهم طبعا شباب حاول ترجع من نفس المقطع عشان تشوف تجربة ما نرتضي غير امير ويرضى علينا ما نرتضي غير امير ويرضى علينا احنا الغير ويرضى علينا احنا الغير ويرضى علينا احنا الغير وشيعة وعجبني جدي او اتنقل بينهم الآن اميري المؤمنين حيدا ولينا اتباه في المؤمنين حيدا ولينا اتباه في اميري المؤمنين حيدا ولينا اتباه في عيد الغدي ما نرتضي غير امير ويرضى علينا اتباه في عيد الغدي شوفنا يا شباب الآن الفروقات بينهم وفعلا هو في فروقات واضحة كونك انت بتمكس باستخدام اللوكات او باستخدام فكرة القلبس او باستخدام فكرة الديناميك اي كيو انا ليش اتكلمت عن هذه الثلاث افكار لان التأثير الجوهري اللي بيحصل عندك اثناء مسيرتك في عمليات الميكس يحصل من خلال واحدة من هذه الافكار كمية الاثار اللي انت تبغى راح يخليك تقرر انت تختار اي وحدة منهم ولكن بالنهاية لما تروح تسمع كل هذه التجارب اذا ما يكون عندك رفرنس تترك يعلمك ان انا كمية اللو هذه اللي ابغاها فيمكن تتوه التجارب هذه بدون ما توصل الى اي هدف انا ما يحتاج ارجع اثبت كيف فكرة الرفرنس تترك فكرة عملية تطبيقية دقيقة لان انا نجربها وتعايش معها ومع الفائدة منها انت لابد يكون عندك برضو طريقة وانا بالعادة في القناة اسوي التجارب عشان اوريك شلون انا احصل على هذه الافكار وكيف انت برضو تقدر تجرب وتحصل على القناعات والافكار اللي انت تبغي توصل بها في شغلك ونتائجه اللي تطمع اليها هذا كل شي مسمى المقطع اليوم تحيات اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر